اهلا بحراركم من جديد وفقرة ريمونتادة فقرة ريمونتادة احنا هنا لما بنتناول يعني بعض اللاعبين القدام اللي ارتادوا تشيرت النادي الاهلي بنكون بمنتل الوضوح يعني نستشعر بعض الحرج ولكن احنا هنا في البرنامج ولما قلنا في اول حلقة الاهلي قط احمر امام ابنائه قبل اي حد يتناول او يتجاوز او يتخطى حدود الاهلي كنا بنقول الكلام ده واحنا عارفين ان هيجي في وقت من الوقات نشوف ان في اختلافات في وجهات النظر مع بعض النجوم اللي ارتادوا تشيرت النادي الاهلي لهم كل التأدير والاحترام لكن لما يكون لهم رأي في مشكلة للنادي الاهلي او هيساب مشكلة في النادي الاهلي يبقى لازم نقول هنا في خط احمر نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا طامر الصحفي هم يعني كنا الاسكة تم طبيع النادي الاهلي يبقى اسكة من اي فرقة في مصر ويبقى مركز ويلعب على بطوله ده عادي جدا والفريق هيبقى احسن بعد سنتين اني لسه نستنى سنتين عشان تفرج الفريق تفرض اصلاح خاصة اه انا برد بجاوب يعني وهو افرض لقد الله حصل اخفاق للنادي الاهلي مثلا حد هيستنى هيستنى عليه او هيسموا عليه لا طبع ده هو مش عارف يجدد دلوقتي لسه يستنى سنتين تجديد بالنسبة له ايه تتعقى لأيه ايه الرضاف لا والله هو مش عارف يجدد وده عندك حق فيه تب اقولك على الحاجة السنة السنة هو كابت الخطيب مجدددوش يلقى دلوقتي مش مقتنعين ليه والله مش مقتنعين خلاني نتكلم بهدوء وبوضوح شديد جدا لينا موقف مع البرنامج انا يعني انا وفارس بنتكلم بوضوح جدا وهو موافق معايا الرأي احنا هنا برنامج اهل خط احمر لينا موقف واضح مع هذا البرنامج من وجهة نظرنا ان البرنامج ده تقريبا تقريبا كده وجوده من اجل انتقاد النادي الاهلي جبنا مواقف قبل كده وجبنا تصريحات قبل كده وجبنا فقرات قبل كده وكتير جدا وبتختلف الاشخاص ولما يتغير للشخص لكن الكرسي ثابت في نفس المكان بنلاقي الاراضي ضد النادي الاهلي تخيالوا ان الكلام ده كان بيتقال بعد فوز النادي الاهلي على برامج 3 صف وطبعا اتفاجئوا بفكرة ان النادي الاهلي جدد لبيتسو مسماني وهم على الهواء او بعد ما البرنامج انتهى تم الاعلام بشكل رسمي متخيل متخيل عزيزي المشاهد ان النادي الاهلي بيفوز على بيرامج 3 صف وده كان مدعال السخرية والدحك على موقف بيتسو مسماني مع النادي الاهلي من قبل الكابتن محمد فاروق الكابتن سامير كامونة الكابتن رضا عبدالعال التلاتة ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي الوحيد اللي كان عامل فكرة يعني الشو يعني مش هتدخل في نوايا لكن كان يعني بيوازن شوية يا جماعة ابرده مش كده هو الكابتن محمود ابو الدهب ما دون ذلك الشو اللي بيتعامل ده كان بيتعامل بعد فوز النادي الاهلي على بيرامج وحظهم السيء ان النادي الاهلي بعد ما طلعه من الهواء اعلن بشكل رسمي تجديد التعاقد مع بيتسو مسماني ده اللي حصل ولكن بما اننا بقى بنتكلم عن اكتر كمان من فكرة ما قيلة في الفقرة وبنتكلم عن استراتيجية البرنامج نفسه واهدافه يمكن انا اختلفت مع كابتن ابراهيم سعيد كتير اتفقت معاه في بعض الاحيان لكن انا هنا بديله حقه في نقطة مهمة جدا كابتن ابراهيم سعيد رفض ان يستخدم او يقبل على نفسه اللي انتو شايفينه ده وده كان واضح جدا لأي حد بعد كده ان اللي هو بيمنح ويمنع مين يظهر ومين ما يظهرش وده يفهمكم كواليس كتيرة جدا الادوار حتختلف والادوار حتتغير بس الكلام واحد والهدف واحد النادي الاهلي ليس فوق النقد لكن النقد الموضوعي اللي بيخلي ناس فشلت في تجارب كتير جدا تدريبية وما قدرتش تثبت نفسها في حاجات كتيرة جدا اتجهت لاتجاه ان الشيء الساخر او الكوميدي يبقى هو الطريق الوحيد ان يبنوا تاريخ اعلامي نيجي نشوف بعد كده ان الرأي ده ما كانش استثناء ونسمع كابتن سامير كامونة وهو بيتكلم عن بيتسو موسيماني رأيت موسيماني ايه كتغدأت موسيماني بص يا كابتن اه مش عارف هتكلم بصراحة سريعا بس يا كابتن بعد ايزا لا من سريعا نزيبه وقت كلم بص هو موسيماني حظه حلو ان هو مسك الاهلي وهو محظوظ مدرب محظوظ ليه معاتيم قوي مجلس ادارة عمله سابورت جامد جدا عنده كل الامكانيات فبالتالي بيشتغل مع مجموعة قوية بياخد بها البطولات تمام كده ان هو النادي الاهلي كبير عليه ده تحليل كبير عليه كبير عليه زي ما بياخد بطولات يا غينار عليك تمام كده ده السؤال اللي هي بعد اذنك ماشي ما انا ملتنكش عادة مانت عملت اعطيقني مالك موسيماني ما بيجيب بطول والله يا فاروق والله كلامه جوه القوضة غير كلام كنابل اللي بول على وقت خلي بالك كلمة معزوز دي ممكن نسيبه كامل واي مدرب يمسك النادي الاهلي كبير بس هقولك على حالي هقولك على حالي بس في حالي كمان النادي الموسيماني ايامه معدودة في النادي الاهلي عيوة بدليل ان لغاية دلوقتي مجددو ويني تقربة لغاية دلوقتي يعني ايامه معدودة ليه قولك ليه النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني قوي جدا خلال مش هقولك ايام ممكن بكثير او شهر يعني بعد بطولة الافريقائي ممكن مدرب كان ماسك تيم قوي هنا وتيم كبير يعني التعاقد اللي بيحصل المدرب بيلعب كورة بيلعب كورة دي مهمة جدا ان لعبت النادي الاهلي يا كابتر الرضا يا كابتر الرضا محتاجين يلعبوا كورة مع المكسب بيبقى مكسب واداء انا بقولك دلوقتي معلومة يعني عندك على مسؤوليتي مسماني مسماني يا كابتر الرضا في خلال ايام مش هيبقى موجود معنا بدلين لسه ما تجددش معنا دي الاهلي يقول لما يجي يجدد يقولوله ايه الموضوع والملف بتاعك دلوقتي لاجنة تخطيط ايه مع الكابتر الخطيب فهينا بقى طالما رأي عن الكابتر الخطيب هيبقى هنا فيه بقى ايه علامة استفهام انا بقولك فريرا جاي النادي الاهلي في خلال ايام فريرا انت قلت الاسم خلاص تقولت الاسم بقولك الاسم انا ايه المشكلة بصوا الكلام دا ليه دلوقتي كلام دا دلوقتي يمكن اهم من ان احنا كنا نكون كسبانين النهاردة ونجيبه ليه اهم لان انت احيانا تيجي في ظرف زي دا والنادي لألم حقا نتيجة سلبية تخاف ان انت او تدخل في فكرة انك تعرض وترد لا لا اختلف مع مسماني فنيا زي ما انت عايز بس لما تيجي تتكلم وتديله حقه وتقيمه في بطولات حققها وتاريخ كتبه وراجل بياخد برونزيتين كسل عامل اندية وتخل بيشيد بيه وعبل كده مدرب باييرن بيشيد بيه فاعتقد هنا نقض ناس بعيدة جدا 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 عن اي قصص للتقييم المنطقي ما يهزكش كاهلاوي ولا يفرق معاك اختلف مع مسماني بس اختلف بعينك انت اختلف بعين المحب للاهلي ما تختلفش بعين اللي هدف ويدرب في النادي الاهلي وكان بولي ان مدير فني اخر جاي للنادي الاهلي شفنا حتى المدير الفني ده مع الفريق اللي راح له بحق ايه هو ايضا تجربة الافريقية السابقة لم تكن جيدة فالكلام واضح استراتيجية معينة ممنهجة وقول يا كابتن سامير اتكلم يا كابتن سامير ده انا نفسي انت يعد اصلا جنب عشان تتكلم الكلام ده سبو يا جماعي اقول وسع له السكة خدت سكة الترند خدت سكة زي ما انا بقول قطار كابتن رضا عبدالعال بس صدقني القطر ده اخر محطة فيه وحشة جدا بتنزل من القطر تكونش حواليك اي حد لا جمهور ولا مصدقية ولا ناس تحب رأيك او تحب تسمعه في نقطة هنا ممكن البعض يطلع يقول او يمكن كابتن سامير اتكلم وانا انتقطت النادي الاهلي انا قلت ده فيه لعيبة كويسين وفيه مجلس ادارة كويس لا 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 اكيد اكيد احنا عارفين الجيم ممكن يتلعب ازاي بيت سمس ماني حاليا محاقة نجاحات مع النادي الاهلي اضرب استقرار من اضعف نقطة نقطة المدير الفني لان المدير الفني معرض ان هو يفقد مباريات يفقد نقاط فالجامير تبقى غاضبة فالعب في الحتة دي لا الدارة ادارة جهاز فني لعبين جماهير قتلة واحدة اي ضرب في عنصر منهم هو ضرب في استقرار النادي الاهلي لكن هل ده فقط لغير كان الامر لأ عندنا فيديو اخر من الكابتن رد عبعيل واعتقد انت شفتوا كابتن رد عبعيل هو بيقول على كابتن محمود ابوداب ده اللي بيقوله جوه القوضة غير اللي بيقوله بره عشان لما قلوكم ان ده شو هم اللي قالوا ان ده شو نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم انا انا لو بدر بالنادي الاهلي هقدم مستوى افضل من المسلمين انا لما بكنت ممسك فرقة صغيرة على قد الامكانات المادية وامكانات اللعيبة ومش اللعيبة دي مش اللعيبة دي والفكر ده هات موسيماني مسكه جوموريتش بيه هيعمل ايه مع كل احترام طبعا مع كل احترامنا طبعا فريرة مدارب زمانك كان مش مرشح وانت واحد من الناس اللي قلت اللي هو كان هيروح الان لو كان لو بقى مكان موسيماني ده بعد مورات الالي وبرامد الحوار كان طويل جدا حلقة كاملة تقريبا على بيتس موسيماني هو فائز 3-0 متخيلين زي فائز كان 5-3 وطلع الانتخاذات لبيتس موسيماني ويتقال لا احنا خايفين على مصلحة ان الالي اصل ما فيش كرة حلوة واضح جدا انه اتجاه النقطة اللي هنا مهمة ان كابتن محمد فاروق كان بيتدخل طول الوقت بفكرة ان لا الراجل مش قصده كده موسيماني مش قصده كده حلو جدا وعشان نقولكم انه هو شوه متكامل اسمع بقى الفيديو اللي جاي لكابتن محمد فاروق لانه مسك الختاء شركة الكرة حتى الان بترفض تجديد عقد موسيماني ويعني بتدي توصية ان التجديد او ان احنا نكمل مع موسيماني او يكمل مع موسيماني النادي الاهلي يكون موجود في نهاية المسم وليس الايام القادمة يعني شركة الكرة عندها وجهة نظر وفيجين ورؤية ان يشوف المرحلة القادمة بالنسبة ليه البطولات سواء الدوري او دوري الابطال دوري المصري والدوري الابطال هيروح موسيماني بالفريق لفين وبالتالي يتم تحديد موقف موسيماني في نهاية المسم دي توصية من خلال شركة الكرة وفكريها عن التجديد مع موسيماني هنشوف ايضا الفترة اللي جاي هيكون ماشية ازاي في موسيماني في نفس الاطار كابتن حسام غالي عنده تحفظات وتوصيات ايضا باستمرار موسيماني يعني احد اعضاء مجلس الادارة والمنصخ والمشرف على واحد اعضاء لجنة التخطيط برضو عنده الفكرة في التحفظ على التجديد في الوقت الحالي كابتن حسام غالي دي بقى اسمها ايه؟ اضرب ولا ايه بنج بونج اضرب ولا ايه نفس الكلام اللي هما بيقولوه هو بيقولوه ده اللي بيتعامل مع النادي الاهلي ودي الفكرة اللي حبنا نوصله لكم نصق في جمهور النادي الاهلي انه هو من حقه يزعل من حقه ينتقد ولكن بعين المحب ليس بعين صاحب المصلحة ممور النادي الاهلي عنده مصلحة واحدة بس هي انتصارات النادي الاهلي نشوفكوا دائما والاهلي منتصرا وإن لم ينتصر نظل له عاصر قليل نشوفكوا الحلقة